اهلا بكم مشاهدين الكرام السياحة كخيل عربية في المقمار هي تسابق الزمن وتطورات المجتمعات للوصول إلى القمة وكي تثبت نفسها بأنها جديرة لأن تكون أحد مقومات الاقتصاد الوطني والدخل القومي في آخر فعالية سياحية احتفلت البحرين بتتشين المرحلة الأولى من أكبر منتزه غوص في العالم والذي تتوسطه طائرة على عمق يزيد على 20 مترا والذي سيكون نقطة جذب رئيسية للموائل البيئية الثمينة التي تتوافر على نحو 21% من مياه وأرض المملكة مرحبا بكم استقبلت مملكة البحرين أكثر من تسعة ملايين زائر بنسبة نمو سنوي بلغت خمسة بالمئة خلال عام 2018 استقطب 13 موقعا سياحيا 765 ألف زائر في عام 2018 مقارنة بـ 626 ألفا في 2017 تستهدف استراتيجية السياحة بناء 22 فندقا جديدا خلال الأعوام الأربعة المقبلة احتفلت مملكة البحرين بتجشين المرحلة الأولى من أكبر منتزه غوص في العالم والذي سيمتد على مساحة 100 ألف متر مربع تتوسطه طائرة على عمق يزيد على العشرين مترا تستهدف الاستراتيجية المنتظر إطلاقها خلال عام 2019 زيادة نسبة مساهمة القطاع في مجمل النشاط الاقتصادي في غضون العامين المقبلين والتي تتراوح حاليا بين الثمانية والعشر بالمئة يوصف مشروع مطار البحرين الجديد الذي يعد واحدا من بين المئة الأفضل عالميا باعتباره من أكبر مشروعات تطوير البنية التحتية في تاريخ المملكة لأنه سيزيد قدرته الاستيعابية إلى نحو 14 مليون مسافر وبتكلفة تزيد على المليار و100 مليون دولار أمريكي حول هذا الموضوع سرونان يكون معنا في ستوديو برنامج حديث اليوم المستشار الاستثماري والاقتصادي الأستاذ أسامة معين مساك الله بالخير مسيك بالخير أخوي الله يسلم سعيد وجودك معنا في البرنامج الله أنا أسعد الحمد كما نعلم في الاقتصاد السياحة تعتبر جزء مهم في أي اقتصاد وطني وأيضا تعتبر مرتبطة بشكل مباشر بالاستثمارات وبالنمو في أي دولة في البحرين بلغت نسبة الزيادة في نمو السياحي في العام 2018 5% نحن الآن في منتصف العام 2009 ستطلع نتاج إن شاء الله ما الذي تمثله السياحة حاليا بالنسبة للبحرين والاقتصاد الوطني في البحرين السياحة طبعا هي جزء لا يتجزأ كما قلت في الاقتصاد الوطني يعني نعتمد في اقتصادنا أو في الدخل القومي لأي دولة أو خاصة في مملكة البحرين على دخول متعددة أنواع متعددة بينها مثلا دخل من النفط الدخل من الحركة الاقتصادية البنكية وغيرها بالإضافة للحركة السياحية في الحركة السياحية أو النمو السياحي بالنسبة للمملكة أو بالنسبة لأي دولة لها طبعا رصيد أو باع في الحركة السياحية هي جزء مهم جدا من الحركة الاقتصادية ومن الدخل القومي الذي يساهم في النمو الاقتصادي في الجي دي بي لأي دولة طبعا يكون جزء هو منها كم نسبة مساهمة السياحة في الاقتصاد الوطني في البحرين تجاوزت الخمسة بالمئة الآن ما زالت تراوح بهذه النسبة والتي نتوقع إن شاء الله أو نتأمل ونعمل على زيادتها بشكل ملحوظ لأن البحرين تتمتع بالعديد والكثير من العوامل التي تجعل منها دولة تستقطب السياحة بشكل مميز هل هذه النسبة كافية أستاذ السامة هل هي ملبية للطموحات يعني نعلم أن البحرين دائما تسعى لأن تقدم برامج سياحية تنوع سياحي تسعى لأن تكون إحدى مواقع الجذب السياحي في المنطقة لكن إذا نتكلم عن نسبة مساهمة في الاقتصاد الوطني ما بين خمسة وسبعة بالمئة هل هذه النسبة كافية تلبي طموحات لا أعتقد أنها نسبة كافية أعتقد أنها نسبة قليلة جدا بالنسبة للعوامل التي فيها الموجودة في مملكة البحرين يعني عندك عاملين مهمين جدا الموقع الذي تتمتع فيه مملكة البحرين كجزيرة تحدها الشواطئ من جميع النواحي بالإضافة إلى الإنسان البحريني الإنسان البحريني بطبيعته إنسان مميز لأنه لا يرفض الآخر يعني أي إنسان يدش على البحريني يعتبر من أهل الديرة من أهل البلد ويعامل بمعاملة طيبة وجيدة جدا فهذا جزء من السياحة السياحة مقوماتها الموقع والإنسان فعندنا الموقع الممتاز الموقع الرائع بالنسبة للمنطقة إلى جانب الإنسان البحريني المميز وهو العامل الأهم فهذين العاملين يجب أن يستثمر فيهم بشكل أكثر ويجب أن يكون لنا طموح أكثر أن نزيد هذه النسبة التي هي 5 إلى 4 إلى 7% أعتقد أن نسبة السياحة في البحرين يجب أن تتجاوز 30% من الاقتصاد القومي والعوامل الموجودة هل يكفي الموقع والإنسان فقط؟ يعني الموقع نحن في موقع في دول مجاورة أيضا هي أيضا تعمل على جذب السياحة لتطوير نفسها لديها القدرات الإنسانية والبشرية وإن كان بتفاوت لكن يجب أن يكون هناك استثمار لهذه المقاومات السؤال هل نحن نستثمر مقاوماتنا هذه بالشكل الكافي؟ الدول المجاورة تستثمر في الإنسان من الخارج يعني يأتيها إنسان من الخارج ليعمل في السياحة قاطبة نحن جزء من هذا أيضا ولكن إنساننا البحريني يمكنه أن يعمل في السياحة أكثر من أي إنسان آخر رقم واحد هناك ما نسميه الماركت شير أو الجزء من السوق الذي ممكن أن نستحوذ عليه مقاوماتنا مهمة جدا مقاوماتنا هي الإنسان والموقع الجغرافي التنافس هذا شيء مهم جدا أصلا بدون تنافس لا يمكن أن يكون هناك تطوير دائما المنافسة تعمل على التطور الدول المجاورة مثل الإمارات التي فيها دبي والنمو السياحي المضطلط فيها لا يمكن أن نكون منافسين فقط بل لنا هناك العديد من الصلاة والقرابة وغيرها والشراكات فممكن أن نطور نفسنا بنفس الطريقة المهم في السياحة أيضا هي طرق المواصلات عندك ثلاث طرق للمواصلات الطرق البرية البحرية والجوية البر إحنا يصلنا فقط جسر الملك فهد والآن نحن نعمل على جسم آخر بإذن الله تعالى وإن شاء الله يكون أكبر وله أيضا جزء أو كبير من التطور السياحي اثنين البحرية الطرق البحرية ما زلنا في طور النمو في هذا المجال يعني مهما شاهدنا من بعض السفن التي تأتينا ولكننا نحتاج إلى تطوير السياحة البحرية لأننا جزيرة الجزيرة تحتاج إلى تطوير السياحة أيضا للبحرية الشيء الثالث وهي الجوية عندنا المطار وشركة الطيران المطار في طور إنشاء المطار الجديد والتوسع إن شاء الله يكون أكبر بكثير والإضافة إلى شركتنا الناقل الوطني إحنا كبحرينيين يجب أن نكون فخرين بناقلنا الوطني هو طيران الخليج ونحاول أن نكون موجودين فيه لكن طيران الخليج أيضا يجب أن يكون عامل أساسي ومهم في تطوير السياحة إلى مملكة البحرين يعني الإماريتس اللاينز مثلا هي العامل الأول والرئيسي في تطوير السياحة في دبي ونمو طيران الإمارات يجب أن يكون عندنا نفس التطلع إلى أن يكون طيران الخليج المنافس في العالم والمعروف دوليا حتى تكون البحرين أيضا بما هي عليه الآن في الخارطة السياحية الكبرى في العالم فالطرق طبعا إلى مملكة البحرين بالإضافة إلى العامل الإنسان والموقع الجغرافي هذه كلها عوامل يجب أن نطور فيها المكانة السياحية في مملكة البحرين سنواصل حديثنا أستاذ أسامة لكن دعونا نشاهد بعض الأرقام التي تتحدث عن واقع السياحة في البحرين ثم نعود لاستكمال هذا الحديث ترجمة نانسي قنقر سنواصل حديثنا أستاذ سامة من ضمن الجهود التي تسعى لها البحرين يعني الاستراتيجية المنتظر إطلاقها خلال عام 2019 تسعى لزيادة نسبة مساهمة القطاع السياحي في مجمل النشاط الاقتصادي في المملكة ما بين 8 إلى 10% نظل عند أرقام محدودة مقارنة بما تفضلت به بأن البحرين قادرة يعني أو من المفترض أن تصل إلى 20-30% من نسبة الدخل القومي هل ما زالت طموحاتنا محدودة؟ طموحاتنا يعني ليس محدودة ولكن هذا ما وصلنا إليه الآن وما توقفنا عنده يجب أن يكون هناك تطوير بشكل أفضل يعني أنا دائما أعيب على القطاعنا الخاص يعني الدولة الدولة أعطتنا كل ما هو مؤهل أو كإنفرستركتشور ليكون عندنا بيئة أو إنفرستركتشور سياحي أو مقاومات سياحية يعني القوانين الرخص الفنادق كذا كل هذه موجودة ولكن القطاع الخاص هو المستفيد الأكبر دائما من السياحة لماذا؟ الدخل القومي من النفط أو غيره يذهب إلى الدولة مباشرة ويدخل في بيزنية الدولة لكن السياحة أيضا تدخل إلى الدولة ولكن عن طريق الإنسان العادي عن طريق التاجر عن طريق حتى الدكان حتى المطعم حتى الفندق هذا هو القطاع الخاص القطاع الخاص يجب أن يطور نفسه بشكل أن يتلاءم مع التوجه إلى تطوير السياحة في المملكة ليس فقط في الفنادق ولكن في أشياء أخرى كثيرة السياحة نحن نشاهد الفنادق لأكثر نمو وخلال الفترة القادمة حوالي 22 فندق جديد سوف يتم بناءه في البحرين بالفعل بناء أكثر من أو حوالي 22 فندق جديد يعني هل الفنادق هي فقط التي تؤتن نعيش السياحة لا الفنادق هي فقط للخدمات خدمات سياحية ولكن ما ينعيش السياحة العديد من الأشياء الأخرى الإعلان الذهاب إلى منابع السواح لاستقدامهم إلى المكان السياحة الذهاب إليهم نحن الآن في مكاننا نقول مثلا في يا فلان تعال له ناس منزور الدول الأخرى ناس منشوف التطور السياحة في الأماكن الأخرى ونستقدم السواح السياحة أنواع هناك السياحة التعليمية السياحة العلاجية السياحة الترفيهية السياحة البحرية السياحة الثقافية عندنا مقاومات كثيرة منها يعني مثلا لو ما كان عندنا السياحة العلاجية مثلا وهي موجودة في بلاد أخرى ما نحتاجها لكن السياحة التعليمية موجودة عندنا العديد من الجامعات والمدارس الخاصة التي تتمتع بسمعة عالمية وجيدة جدا السياحة الترفيهية موجودة بشكل معين ولكن يجب أن نزيد منها السياحة البحرية يجب أن يكون لنا عندنا شواطئ أكثر مما هي الآن يعني اليوم نتكلم عن الشواطئ الشواطئ مهمة جدا الفنادق التي تتمها الواجهات البحرية والأنشطة البحرية طبعا أنشطة بحرية هذه مهمة لأننا في جزيرة وجو البحرين على فكرة يعني نتكلم اليوم حر عندنا إيه أكيد حر بس إحنا عندك سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر يناير فبراير مارس إبريل مايو تسع أشهر الجو معتدل جدا وجيد جدا ويستقضم السياحة حتى في وقت البرد في ديسمبر أو يناير ما هو البرد اللي هو بردنا مقبول يعني أحيانا مقبول جدا حتى سواع الأوروبيين لا تخرجي ملابس شتاك كاملة طبعا فعندنا تسع أشهر في السنة جو معتدل وممتاز يمكن الأشهر الثنين أو الثلاثة الباقيين حار شوية لكن نحن نستمتع فيها في بلدنا بعد نكون موجودين ونستمتع في السياحة فيها يعني إلا حق بعد في بلدنا نستمتع فيه أجواء سياحية أيضا فاستقطاب السواح هو الأهم استقطاب السياحة استقطاب السياحة يقع على عاتق الناقل الوطني المطار والقطاع الخاص هذا الاستقطاب السياحي كيف رهضت مثلا بعض الدول بالسياحة فيها من القطاع الخاص من التطور السياحة الفنادق خدمة للسياحة ولكن استقطاب السواح هو جزء لكن لو نظرت إلى الفنادق فيها متكدسة في بعض المناطق في الجفير مثلا أو السيف تكدست يجب أن ننشر بعض هذه الفنادق حول المنطقة عندك تطور كبير في بعض المناطق عند مثلا الجفير ونطالع على مثلا قلالي وكذا ومناطق هناك البحر وتطوير والمناطق الكبيرة الجديدة هناك فيه احتمالات كبيرة لإنشاء فنادق سياحية وبالفعل بدأ العمل في مثل هذه الفنادق طبعا هذا هو لكن استقطب السواح نعم ليس بالفنادق فقط وهذا اللي كنت نحب أن أأكد عليه هناك العديد يعني التعليم مهم الترفيه مهم وعندنا ثقافة ممتازة عندنا مهرجانات ثقافية طول السنة يجب أن نطورها بشكل أكثر ويجب أن يساهم القطاع الخاص عندنا سياحة رياضية يعني في البحرين مهمة وفيه كثير من الفعاليات رياضية الجالبة فعاليات رياضية مهمة جدا يعني يجب أن نساهم فيها أيضا بشكل كبير لأن يعني السياحة الرياضية أصبح حتى عندنا رموز رياضية في البحرين تساهم في هذا فأيضا هذه السياحة مهمة جدا ننظر إلى السياحة بأنواعها ونجد منها ونختار منها ما هو مناسب لمملكة البحرين ونستقطبها بالأدوات الموجودة لدينا وهي أدوات مهمة جدا وممكن أن تطورها بشكل سريع نعم إذن البحرين في سعيها لأن تكون ذات اقتصاد وطني منوع متعدد الحقائب يجب أن تولي للسياحة مزيد من الاهتمام وهي تولي الحقيقة للسياحة لها دور كبير ولها عليها اهتمام كبير لكن ما زال الطموح أن تصل نسبة مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني إلى نسبة تراوح ما هو معلن عنه خلال هذا العام 28% مثل ما تفضلت إلى العشرين والثلاثين بالمئة أحب أزيدك من الموضوع أن في العديد من المناسبات نوه صاحب الجلالة العاهل المفدة بتنوع مصادر الدخل في مملكة البحرين وتنوع مصادر الدخل من ضمن هذا المصدر السياحة يجب أن نطور حتى قيادتنا تنظر إلى تنوع مصادر الدخل بشكل مهم وبشكل اهتباري فيجب أيضا أن نساعد قيادتنا في هذا التطور لا يمكن أن نتركها فقط على القياس الاقتصاد أو القطاع الخاص الآن عليه الدور الأكبر هل أفهم من كلامك هذا؟ طبعا الدولة أسست للموضوع وضعت البنية التحتية القوانين المؤطرة الشعب البحريني شعب ولود لكن القطاع الخاص لم يدخل هذا المجال بقوة صحيح دائما أنا أنظر إلى القطاع الخاص أنه هو الذراع القوية للدولة إذا الدولة وفرت لك كل ما هو مناسب للتطوير وتطوير نفسك وتطوير القطاعات التي تعمل فيها فيجب أن تستقل هذا بالشكل الأنسب أنت في دولة قوية اقتصادية مستقرة تحتاج إلى تطوير والنمو بشكل أكبر فساعد كي تكسب ما في رجل أعمال يستثبر بدون ما يحس النبي ما بيحطها تشاريتي لا يمي يكسب نعم موجود الأدوات موجودة ومثل ما قلت يعني أثر السياحة يذهب للمواطن ويذهب للمستثنين بشكل مباشر أكثر من قطاعات أخرى كالنفط وغيرها تحرك الفنادق المواصلات المحلات التجارية المطاعم تاكسي كل الخدمات التليفونات حتى أجهزة التليفون يعني أنت اللي بديش بلد تقعد فيها أسبوع تشتري لك تشيب تليفون تستعمله في وجودك في هذا البلد تستعمل التاكسي تستعمل أجار سيارة كل هذا يروح دايريكت للقطاع تبيع بالتجزئة وما إلى ذلك لذلك يجب أن يساهم أكثر فيه المستثمرين بشكل أكبر شكرا لك كل الشكر سعالة الأستاذ أسامة معين المستشار الاقتصادي على معرفة الرقبية شكرا لك سعيد يعطيك العافية إذن مشاهدين الكرام لا شك أن الجهود المبدولة تعد استثمارا مهما للرصيد الكبير الذي تحظى به البلاد على الصعيد السياحي خاصة أن المنامة اختيرت عاصمة السياحة العربية عام 2013 عاصمة السياحة الأستوية عام 2014 وتم إدراج موقعي قلعة البحرين وطريق اللؤلؤ على قائمة منظمات مونسكو للتراث العالمي عامي 2007 و2012 اجتباعا وهذا من ضمن الإنجازات الكثيرة والمتعددة التي حققتها البحرين نتمنى التجار القطاع الاقتصادي المستثمرين يهتمون بتطوير السياحة في البحرين بشكل أكبر نلقاكم على خير في الحلقات القادمة إلى اللقاء اشتركوا في القناة